وقد أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن مملكة البحرين ستبقى تسخر بثوب العزة والازدهار وتنعم بالتطور والأمن في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني المجيد يسرني أن أتقدم إلى عاهر البلاد المفدى بأحر التبركات بهذه المناسبة السعيدة وإلى ولي عهده الأمين وإلى شعب البحرين الكريم راجلاً يعيده الله على البلاد بالأمن والأمان والرخاء إن شاء الله نبارك لشعب البحرين هذه المناسبة التي ستكون إن شاء الله من خلال توجهات جلالة الملك والحكومة الموقرة برئاسة الشيخ سلمان بن حمد ولي العهد الأمين سنة حير ورخاء ونتمنى أن نشهد تقدماً زاهراً خلال السنة القادمة إن العيد الوطني المجيد فرصة لتجديد الولاء للقيادة الحكيمة والسذكار للإنجازات الكبيرة التي تحققت في العهد الصلاحي الرائد في جميع العصعدة والمجالات متمنياً كل التقدم والازدهار إلى مملكتنا الحبيبة وإلى شعب البحرين الوفي العيد الوطني هي مناسبة جميلة لنا كثيراً لكي نعطي مزيداً من الإنجازات التي نقوم بها في مجلس الشورى وهي مناسبة لمزيداً من العطاء ومزيداً من الرخاء لمملكتنا الحبيبة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا جميعاً ونحن في مملكة البحرين ننعم بمزيد من التقدم والرخاء وأن مملكة البحرين أمانة في هذه المناسبتين تحتفل بأمور يعني الواحد يعتز أن يكون مواطناً بحرينياً مخلصاً تبوأت مملكة البحرين مكانة مرموقة في عهد الظاهر لسيدة جلالة الملك على جميع الأصعدة ونحن بدورنا يعني نتقدم بتهنئة خالصة من القلب إلى جلالته حفظه الله ورعاه وندعو الله عز وجل أن يمن علينا بنعمة الأمن والأمان وإلى مكان مرموقة لمملكة البحرين على جميع الأصعدة هذه المناسبة الصراحة تطفو فيها الفرحة على الجميع لما نشاهده أو نعيش فيه من نهضة وحضارة بحرينية جلالة الملك الله يحفظه هو قائد مسيرة نهضة البحرين قائد المشروع الإصلاحي لجلالته الذي غير كثيراً في مستوى معيشة المواطن البحريني رفع اسم البحرين عالياً على المستوى العالمي أيضاً مشروع الديمقراطية البحرينية هو مشروع ولو أنه عمره صغير مقارنة بالديمقراطيات العريقة إلا أنه حقق كثير من الإنجازات للمواطن البحريني ولمملكة البحرين ككل